موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بيكو أعزائنا المشاهدين في برنامج آيات الصحة النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع صحة الأسنان بزد في الفترة دي هي فترة الكورونا طبعا هي فترة صعبة على الناس كلها وناس كتير خايفة وناس كتير مش عارفة تعمل إيه ربنا يعديها إن شاء الله على خير حابين نقول كم معلومة ونوضح كم حاجة مهمة بالنسبة للناس عشان تعرف إزاي تهتم لك صحة الأسنان في الفترة دي أولا لازم حضراتكم تبقى عارفين أن فيروس الكورونا لحد هذه اللحظة مش معروف عنه معلومات كتير ومفيش أي أبحاث على المدى البعيدة اتعاملت عشان نعرف إزاي نمنعه أو إزاي نعالجه ونتمنى أن الموضوع يعدي في أسرع عدد بس في حاجات مسبتة لقوها نقدر بأننا نقلل نسبة الإصابة من المرض واللي من خلالها ممكن نتجنب أن يحصل أي مشاكل لقوا إن فيروس الكورونا ممكن يقعد في الفم وفي الأسنان لفترة عدة أيام قبل ما يدخل الجسم نتيجة إن الجسم بيبقى الفم مليان بكتيريا ومناخ كويس للبكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات إن هي تتعايش فيه ناس كتير ما بتتكلمش عن موضوع غسيل الأسنان وأهميته بالذات الفترة دي طبعا هو طبعا غسيل الأسنان مهم جدا في أي فترة وطول الوقت بس بالذات الفترة دي لأن الفترة دي لما أنا أحاوز على غسيل الأسنان بقلل من احتمليات إن الفيروس يدخل جسمي وتسبب لي في أي مشاكل غسيل الأسنان هنتكلم عنه إن شاء الله بالتفاصيل عشان دي من أهم الحاجات هنكلم برضو عن إن إزاي المفروض المرضى يحاولوا على قد ما نقدر الفترة دي لحد ما تعد على خير بإذن الله نقلل من الزيارات لدكتور السنان غير في الزيارات المهمة في دكاترة بتقول إن هي بتاخد أعلى معايير الأمان وأعلى معايير الجودة في موضوع الفيروس بحيث إنها تمنع العدوى بس للأسف الموضوع مش مسلم ولا مقبول خلص ده بسبب إن فيه يعني الفيروس نتيجة الشغل بتاع أدوات الأسنان اللي هي الكونترال اللي هي الهند بيس اللي بتعمل صوت وهي اللي بتحفر ده بيطلع رزاص بيمتشر في المكان كله وممكن لأقدر الله سواء العدوى تتنقل من الطبيب للمريض أو من المريض للطبيب كان فيه خبر من يومين نازل بيقول إنه مبارح تقريباً إنه هو الفيروس بيتنقل نسبة احتمالات إنه هو يتنقل من شخص ما فيش عنده أعراض قليلة دي حاجة طبعاً مبشرة وحاجة كويسة لأن الحد من فترة قريبة اللي هو أول مبارح كنا متخيلين إن الفيروس ممكن ييجي للناس واحد عنده يعني حامل للفيروس وممكن ينشره للناس بس اللي أقول إنه نسبة الاحتمالية إنه الحامل اللي هو الشخص عنده الفيروس إنه للفيروس وهو ما عندهش أعراض قليلة جداً فدي حاجة كويسة يعني حاجة مبشرة إن شاء الله ونتمنى إنها تخلص على خير في نفس الوقت عايزين نقول إنه لازم الدكتور يكون ياخد أعلى معايير الاحتياطات ومع المريض وفي نفس الوقت المريض لازم يأجل الزيارات المهمة يعني في الضرورة القصوة فقط يروح لدكتور الأسنان ويعمل أسنانه ده بسبب إنه فيه يعني الناس كتير بتتخيل إنه هو ممكن يعمل تركيبة يروح جلسة أو جلستين ويخلص لأ مواظم تركيبات الأسنان بتاخد جلسات كتيرة جداً بالذات مثلاً لو حاجة كبيرة زي زراعة الأسنان أو إن أنا أعمل طقم أو أعمل حاجة دي بتحتاج جلسات كتيرة جداً فالجلسات الكتيرة جداً دي لقدر له عيانين داخلين طالعين في العيادة أو حاجة فما بنرجحش إن أي مريض يروح يعمل الحاجات اللي هي التركيبات أو غير بقى طبعاً لو هو مش عارف يأكل أو مأثر على الصحة العامة نخلي زيارات دكتور الأسنان في الحاجات الضرورية فقط يعني لو فيه ألم الناس كتير بتتخيل إنه المفروض ده أنا لو عندي ألم أو حاجة أخذ مضادة حيوي أو أخذ مسكنات لازم حضراتكم تبقوا عارفين إن الكلام ده خطر جداً 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 المضادات الحيوية حالياً بدأت مش بس في الأسنان على مستوى الجسم كله وأي مرض ربنا يعيش في الجميع بدأت تبقى حاجة خطرة جداً بدأت تبقى حاجة بدأت تصنف زيها هي طبعاً مش زي ربنا يعفل الناس كلها مش زي المخدرات بس المضادات الحيوية بدأت تصنف كأنها إن شاء الله بيدرسه ودي حاجة كويسة جداً خطوة في مصر إنهم هايصنفوا المضادات الحيوية من ضمن أدوية الجدول اللي هو أنا عشان أصرفها لازم أخذ رشدة من دكتور ويبقى كاتب هالي لأن إحنا عندنا تفكير كمصريين إن أي وجع أو أي التهاب لازم أخذ له مضادة حيوية دول كتيرة في العالم دلوقتي عندها بروتوكول في المضادات الحيوية ألا وهو إننا لازم المضادة الحيوية يتاخد فقط لما البكتيريا أو الورم يبدأ ينتشر في الجسم يعني لو حتى لو وش وارم حاجة صغيرة أو فيه وجع في الدرس أو فيه أي مشكلة صغيرة الخراج لو ما كانوا محدود ما أخدش مضادة حيوية طب حضرتك كمريب مش هتعرف إم تأخد أو إم تأخدش فيفضل أول ما تحصل ألم أو حاجة تروح للدكتور استناني بس استهلاك حضرتك للمضادة الحيوية في أوقات حضرتك مش محتاجها بيعمل حاجة اسمها بكتيريا الريزيستنس يعني بكتيريا الريزيستنس لقدر الله لو ساعدتك كمان فترة جالك مرض أو حاجة ممكن المضادة الحيوية ما يشتغلش على النوع البكتيريا لأن ربنا خارق البكتيريا بتحصلها حاجة اسمها ميوتيشن تحول عشان تقاوم المضادة الحيوية فاستخدامك المضادة الحيوية فترة طويلة هيكون جيل من البكتيريا مقاوم للمضادات الحيوية وفي حالات كتير للأسف الشديد ماتت في مستشفيات بسبب أن المريض ده كان في فترة حياته بياخد مضادات حيوية من غير اللازمة فلما جاله مرض محتاج مضادة حيوية البكتيريا اللي الجسمه بقت معظمها من نوع مش معروف أو نوع حصله ميوتيشن أو نوع مش هوه نفس فكرة الكورونا فيروس دلوقتي ما هو الكورونا فيروس ده عبارة عن فيروس من نفس عيلة الفيروسات اللي بتعمل برد بس هو عنده تشويه في الجينات بتاعته فعلاج الفيروسات المعروف العادي مش جايب نتيجة معاه وحاليا بيحاولوا يتوصلوا لعلاج فعالي فاحنا لازم نبقى فاهمين ان نفس الخطورة بتاعت الكورونا في المضادات الحيوية ان هي بتخلق ليجيل من البكتيريا اللي احنا مش عارفين نعالجها او مش عارفين نخلق لها مضادة حيوية فاهم نقطة بسم الله الرحمن الرحيم ان احنا مضادة حيوية يريد ما ناخدش غير بالتعليمات طبيب ونلتزم بالتعليمات بطريقة مهمة جدا اما بالنسبة للألم ما يتساكتش عليه فيه ناس احنا برضو بنقول الزيارة لعدات السنين تبقى في الأوقات المهمة في حالة الألم لو حضرتك في ضلت فترة ما تروحش للدكتور خايف من الكورونا ده كده غلط برضو الاحسن حاجة هي الوساطية ان حضرتك تروح وقت ما تكون محتاج بدكتور وقت ما ساعدتك تحس بالألم مهما ان اخدت المسكنات المسكنات لازم حركة تبع عارف سواء المسكنات او المضادات الحيوية بتأثر على الكد وعلى الكلا فيه عائلات من المضادات الحيوية بتتكسر أكتر في الكلا وفيه عائلات بتتكسر أكتر في الكبد وفيه عائلات من مسكنات بتتكسر أكتر في الكبد وفيه بتتكسر أكتر في الكلا إلى جانب التأثيرات السلبية اللي بتحصل في عضاء كتيرة في الجسم فلازم نبعارفين ان اي حاجة حضرتك بتجيبها من الصدرية خطر وبنكتبها في الضرورة القصوى فالمحافظة يعني ان حضرتك اول اللي قدر الله الفترة دي حسيت بألم أول حاجة ساعتك تروح لدكتور أسنان تشوف المشكلة من إيه ده هيقلل من أن حضرتك تاخد مضادات حيوية وقلمنا عن خطرتها أو مسكنات عشان ما تأثرش بعد الشر على المادة البعيدة على الكبد وعلى الكلا طيب نرجع للمنضوعنا الأساسي أنا دلوقتي الحمد لله ما بشتكيش من حاجة ساعتك لازم تبقى عارف أن غسيل الأسنان مهم لصحة الليسة الليسة دي حاليا هي بتربط يعني مربوطة بدخول بكتيريا وفيروسات ومشاكل كتير في الجسم حاليا كل الدراسات بتثبت أن ناس كتير بيجي لها سكر بسبب التهابات الليسة يعني إحنا عندنا فكرة لحد من كام سنة أن السكر هو اللي بيعمل التهابات الليسة ودي حاجة معروفة بس حاليا ربطوا من التهابات الليسة ممكن تسبب للسكر لأن وجود التهاب مزمن في الجسم ساعتك لما بتخسل سنانك وبجيب دم دم يعني أن حالك مش ممتظم في الغسيل ده فيه التهاب في الأسنان ودي أي التهاب في الأسنان بيعمل لي حاجة اسمها insulin resistance يعني الخلايا اللي في الجسم تبقى مقاومة لأن هي تسحب الإنسولين اللي في الدم ناسف سامحني للسكر اللي في الدم فبتكون نسبة تزود نسبة السكر اللي في الدم فبناءا عليه المريض ممكن يجي له سكر يعني أي التهاب مزمن بعد الشر ممكن يتسبب في إصابة المريض بالسكر مع أنه بيأكل نفس الأكل وما عندوش أي حد في عالته عنده سكر بس بسبب أن الخلايا ببقتش تمتص السكر المريض بيجي له سكر لنسبة السكر في الدم عاديت فلازم يبقى فاهمين أن حاليا التهابات اللي مش بس موضوع السكر لقوا أن المدخل المباشر للبكتيريا أو الفيروسات اللي في الدم يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق اللي عندنا الشعب الهوائية بتفلتر الهواء اللي قبل ما بيدخل في الدم عندنا الجلد بيمنع أن أي بكتيريا أو حاجات يدخل لو أن الأسنان هي المجرى الوحيد المباشر اللي مفهوش أي فلترة أو أي طريقة أنه نمنع البكتيريا أو الفيروسات أنها هتدخل في الجسم فحاليا بيربطوا العلماء بره بالالتهابات اللي هي أنها بتتسبب في أمراض القلب ببعد شر ربنا يشف الجميع الجلطات كل المشاكل دي اللي بتيجي لكبار السن لقوا أن معظم أسبابها ودي أبحاث مؤكدة التهابات الليسة فالالتهابات الليسة هي عبارة ساعدتك ممكن تمنعها بالانتظام في الغسيل وهنتكلم في الطريقة الصحيحة دلوقتي برضو التساوس التساوس برضو ساعتك الفترة دي لو ما انتظمتش في الغسيل الأكل بيلزق على السنين هيعمل لحضرتك تساوس فالتساوس ده أنا ممكن منعه أن أنا منتظم في الغسيل فحديث على الرسول عليه الصلاة والسلام الوقاية خير من العلاج أنا ممكن أستخدم الفرشة والمعجون وتجنب احتمالية أن أنا أصاب بفيروس بعد الشر كورونا أو أن أنا أروح لطبيب الأسنان أو أن أنا أعمل مشاكل ولازم ساعتك تبقى عارف أن خلع الأسنان وتركيب الأسنان مش حاجة حلوة يعني هو أحسن مما فيه طبعا بس الأسنان الطبيعية اللي عندنا دي أحسن بكتير من أي تركيب أو من أي زراعة يعني ساعتك لو عملت أحسن تركيبة في أحسن عادة أسنان في العالم عمرها ماتية زي السنان الطبيعية ربنا خلقها وغير التكلفة غير الوقت غير أن هي الزراعة نفسها لها عمر فتراضي دي طبعا معلومات مش هتبقى معروفة ولأن هي لو تعرفت ممكن تتخلي الناس ما تحبش تتجه لتسكة التركيب بس أول حاجة في أي عيادة أسنان بره أو في أي مكان بره حاجة اسمها patient education أنا حدرتك كليلي بتسوس في سنة أو في سنتين أو بالتهاب لسا في سنة أو في سنتين لازم أعرف حضرتك لا الموضوع ده غلط حضرتك ما تعتمدش أن أنا هحشي لك أو أن أنا حضرتك هتحشي أو هتعمل أي حاجة في سنانك لأن الحاجات دي لها عمر فتراضي الزراع الحشو التركيبات كل دي لها عمر فتراضي وبعد فترة بتبوص ودي السنان الطبيعية هي اللي بتحافظ على عظم الفك هي اللي بتحافظ على صحة البق الحاجات التانية كلها أي حاجة بتتعامل في سنان حضرتك مهما كانت جودتها عالية ومهما الدعاية طلعت أن هي ضمام مدى الحياة ده كل ده شغل دعاية الأحسن حاجة هي الوقاية أحسن حاجة أن أنا حافظ على غسيل الأسنان غسيل الأسنان على أيام الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيتم بالنسوات لأن على أيام الرسول كان طبيعة الأكل مختلفة عن طبيعة الأكل عندنا نسح أن النسح كانت صحيتها بسم الله ن شاء الله قوية وحلوة كانوا بيعتمدوا على المأكلات النباتية سواء الأكل الرئيسي أو سواء تكتحلية خضر وفاكه فإحنا بنتكلم أن معظم المأكلات بتاعتنا دلوقتي البيبسي الشيكولاتات دي حاجات ما فيهاش مية يعني حقيقة المأكلات أو الخضروات أو الفاكهة سبحان الله دي بتخسل نفسها بنفسها ومش بتلزق في السنين لأن نسبة المية فيها عالية وفي نسبة الألياب فيها عالية المأكلات اللي متوفر لنا للأيام دي معظم الناس تشرب مشروبات غازية معظم الناس بتاكل الشيكولاتات دي حاجات ما فيهاش مية تقريبا نسبة المية قليلة وفيها اللزوجة عالية بتلزق في السنين وصعب أن هي تتشال بالمسواك لوحده فلازم نستخدم الفرشة كحاجة أساسية بحيث أن أنا أمنع أو أتجنب المشاكل دي كلها هنتكلم إن شاء الله عن طريقة الغسيل الصحيحة بالفرشة فإحنا كده عرفنا أهمية الغسيل وإن لازم أروح للدكتور ساعة الضرورة وأقدر أمنع أن أنا أروح زيارات الدكتور أو أقللها بالانتظام بالغسيل بالفرشة مرتين في اليوم يفضل وهنكلم من إمتى إن شاء الله ونستخدم الخيط أو الفتلة طيب إيه الفرق بين الفرشة الأسنان وبين الخيط أو الفتلة بتاعت الأسنان الفرشة بتقدر تنظف الحتة الخارجية والداخلية من الأسنان بس للأسف الكونتكت أو الرابط الفاصل المبيني ربنا خالي الأسنان مفصولة عن بعض عشان لما نيج ناكل معانا مداخلة من الأستاذة دعاء أهلا وسهلا أهلا بيك إزاي حضرتك يا فنة؟ تمام أهلا بيك تفضلي يا فنة كنا عايزين كيكا بالشوكولاتة فيه يا فنة تمام أهلا ما سمعتش السؤال بس هيك بتسأل حاجة في الشوكولاتة مش مشكلة إن شاء الله تعود الاتصال تاني إحنا دلوقتي هنتكلم عن الغسيل بالفرشة وهنتكلم عن الخيط الطبي فإيه الفرق بين الخيط الطبي وما بين الفرشة الأسنان زي ما قلنا إن الفرشة بتخسل الأسطح الخارجية والداخلية الخيط بيقدر يدخل في الأناكن اللي بين الأسنان اللي الفرشة ما تقدرش توصله لأن أوقات كتير الأكل بيتحشر ربنا خالي الأسنان معانا مداخلة تانية من الأستاذة داليا أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أقول لي حضرتك أنا عندي على طول سناني من قلتها عندي مرتهبة ولو إني أنا بخصنعه على طول دايما تمام حضرتك عاملة في الأماكن اللي فيها اللي لسه مرتهبة دي عاملة فيها تركيبات أو حشف ولا الأسنان مش وحريبة تخسلي ولسه مرتهبة تمام في أي استفسارات تانية أه وإسناني على طول بتخرم كده إن أنا على طول بحثيها على طول تمام أتمنى حضرتك تتابعي معانا إن شاء الله هنتكلم على الموضوع ده وإزاي أمنع أن السنان تساوز تاني إن شاء الله بإذن الله هنرد على سؤالين بإذن الله يا فرشة متشاكل لحضرتك طيب لو أنت مستعيز عرف مكان العيادة أو كده طيب بعد البرنامج إن شاء الله هنشوف الدنيا بإذن الله متشاكل لساعتك يا فرشة شكرا لحضرتك فاني شكرا هنتكلم دلوقتي يا فندم هي سألة المتصلة العديدة سألة سؤالين هنرد عليهم بسرعة أول سؤال هي بتقول أنا ده في وضع أوقات أنا ممكن بخسل سناني وبنتفضل تجيب دم معاني متزم في الغسيل طيب دي سببها إما أنا بخسل جامد بتستخدم فرشة خشنة هنكلم طبعا أنواع الفرش لازم الصفت تبقى هي الفرشة اللي بستخدمها اللي هي النعمة ممكن أكون بستخدم فرشة خشنة والفرشة الخشنة دي هي لتتسبب في النزيف أو التهابات اللسا المستمرة أنا عايز أخسل اللسا من غير ما أضغط عليها أو من غير ما أعمل أي التهابات لسا أو أن أنا أعمل لها مشاكل طيب ده أول تفسير أن أنا معاني منتزم في الغسيل ليه اللسا مرتهبة و بتجيب دم أن أنا بخسل جامد طيب لو أنا بخسل صح ولسا بجيب دم أوقات الحشوات أو التركيبات الأسنان بتبقى معمولة ضغطة على اللسا معانا ده السؤال اللي أنا سألته هل عملها شغل في الأسنان دي؟ قالتلي آه هو غالبا لما الحشو ما كان الحشو أو ما كان التربوش بيبقى وريب من اللسا وما بيبقى أشقاف الحلوة على اللسا أو ضغط بزيادة داخل على اللسا اللسا ربنا خلقها حاجة طبيعية عايزة تتنفس زي الجلد يعني ساعتك لو فضلت لابس تشيرت فترة طويلة 3-4 طيام التشيرت هيبدأ يلم بكتيريا ومع ضغط الجلد المستمر هيبدأ يحصل التهاب فأنا أي نسيق طبيعي بالذات اللسا حاجة حساسة لازم تتهوى لازم نديها مساحة أنها تتهوى فالمفروض أطباء الأسنان لما بيعملوا حشو أو تركيب أو حاجة بنحترم اللسا يعني إيه؟ ببعد عن اللسا ما بخليش الحشو بتاعتي دخل جوه اللسا ما بخليش التركيبة بتاعتي دخل جوه اللسا عشان أقدر أمنع التهابات اللسا فأتمنى من حضرتك تراجع الدكتور تاني غالبا حررتك هتلاقي لو منتظمة في الغسيل إن الحشوة أو التركيبة ضغطة على اللسا أو دخلة جوه اللسا من غير ما تغيري لو حشوة مش لازم تتغير ممكن تتنعم تترفع من الحتة لتحت وإن شاء الله للتهابات هتروح يعني هي بإذن الله عبارة عن غسيل معنى سي أشيل مصدر المشكلة ده هي الحشوة الضغطة وهنتكلم عن حرائك أتمنى من حرائك تتابعي برضو طريقة الغسيل الصحيحة تاني سؤال بالنسبة لي هل أكل بلزق أو عرطول بعمل حشوات هنتكلم برضو عن طريقة الغسيل الصحيحة اللي بإذن الله بإذن الله هتمنع المشاكل دي طيب فكنا بنتكلم عن موضوع الفتلة الفتلة لازم أدخلها بين الأسنان طب ها إمتى باستخدم الفتلة؟ باستخدم الفتلة قبل الفرشة ولا بعد الفرشة؟ لا لازم نستخدم الفتلة قبل الفرشة لأن لو غسلت أسناني بالفرشة وبعدها هدخلت الفتلة الفتلة هي مش بتغسل هي بتطلع الأكل أو البكتيريا لما بين الأسنان وبتطلعه على بره في البق فلو أنا غسلت أسناني وعلكها استخدمت الفتلة هكون طلعت الأكل أو البكتيريا على الأسنان وهتفضل موجودة أكدني ما غسلتش فالأحسن أن أستخدم الفتلة الأول بطريقة معينة هنتكلم عنها إن شاء الله برضو وطلع كل البوائي لما بين الأسنان وبعد كده أستخدم الفرشة بحيث أن أنا أخلي الدنيا في بق نظيفة وإن شاء الله وعمر ما يحصل أي مشاكل طيب هنتكلم أول حاجة هي طريقة الفتلة الصحيحة زي ما قلنا أو الخيط الطبي ده بيتباع في كل الصيدليات في عندنا كذا نوع عندنا النوع اللي هي بتبقى بكرة ودي اللي برجحها طبعا البكرة دي يعني هي طبعا أوفر على المدى البعيد وأسهل إن حضرتك تشيلها في جيبك في أي مكان حريك تروحه ببساطة هتطلعه هتقص حتة مثلا تقريبا طول 10 سنتي أو 15 سنتي هتلفها أهم حاجة في الخيط أو الفتلة إن حضرتك تلفها حوالين أطراف صابعك ناس كتير بالضايقة من موضوع الخيط أو الفتلة نهاية بتقول ما بعرفش أدخل الخيط أو الفتلة الوراء ده بسبب إن حضرتك إيدك اللي اتنين مستحيل تدخلها في الأسنان من وراء خلص فأنا لازم أتعود إن أنا أمسك الخيط ألفه حوالين أطراف صابعي أخلي الخيط ماسك نفسه يعني حيث لو جبت الخيط ولفيته مرة واثنين وثلاثة وشديته هيبقى ماسك نفسه حوالين الصبوع نفس الكلام في الناحية التانية بحيث إن الخيط بقى محكوم بين صبوعين مش ماسكه ببقيت إيدي هأسر الخيط على قد ما أقدر يعني من الأول قطع حتة قد كده بعد كده أقعد ألف حوالين صابعي أأسره أخليه حوالي 2 سنتي أو حاجة وبعد كده أبدأ أدخله في بقئي أدخل ما بين الأسنان كلها وأخرج وأنا خارج أسند على سنة سنة يعني أنا فرض أن أدخلها بين السنتين دول هدخل هسندها ناحية السنة العشمال وأخرج هدخل تاني هسندها ناحية السنة العالمين وأخرج كل مكان بدخول فيه مرتين مرة وأنا خارج بسند على السنة ومرة تانية بسند على السنة اللي في الناحية التانية أهم حاجة وأنا بدخل بالفتلة إن أنا ما دخلش جامد زي ما قلنا فيه كونتكت ما بين الأسنان أنا في الأول الدخول هحس إن هي الفتلة مش راضية تدخل قوي بس هدخل ضغطة خفيفة مع الوقت بتيجي هتلاقي الخيط دخل بتلقائية من غير فيه ناس بتشتكي ان الخيط ممكن يعوارلي للدسة وانا بدخله بيجيب دم ده بسبب ان انا مش متعود على القوة اللي انا محتاجها عشان ادخل للخيط لو انا مرة في مرة هتعود هعرف ان انا القوة الجسمي العضلات بتاعتي هتتعود على القوة اللي انا محتاجها ان انا ادخل للخيط واخرج من غير معمل التعوير او من غير اعمل اي التهابات لسهل طيب زي ما قلنا فيه انواع خيط الناس برضو كبداية كتشجع نفسها عايزة تجيب خيط اسهل فيه النوع اللي هو بيبقى بعصايا يعني هو الخيط مربوط جاهز مقطوع حتة صغيرة قبل 2 سنتي ومربوطة في حد زي عمود او عصايا بلاستيك العصايا البلاستيك دي بقدر ادخلها اسهل من وراء بس طبعا يفضل ان حركت تعاود على موضوع الخيط اللي هي بتبقى بكرة صغيرة في الصيداليات وتلفها حاولين صوابعك طيب نيجي بقى الاهم حاجة اللي هو غسيل الاسنان غسيل الاسنان يعني دي خلاص الطريقة المتفق عليها لازم حضرتك تبقى عارف ان اي حاجة لو تعاملت غلط هتتضر اكتر ما هتنفح يعني غسيل الاسنان لو تعامل غلط هيتسبب لنا في مشاكل اكتر ما هيفيدنا في اسناننا طريقة الغسيل الصح حاليا متفق عليه ان اي حاجة هارد مضرة اللي لسه خلاص الهارد يعني لو حاجة جبتها الفرشة الاسنان الشعر بتاعها ناشف او خشن او هارد ده مع الاستمرارية مع استمرارية الغسيل هيبدأ ياكل من الاسنان لان هي قوية وناشفة فمع الوقت الاحتكاك هيبدأ يعمل لتهابات لسه وهيبدأ ياكل من الاسنان فلقوا ان الفرش السوفت ممكن ميديم بس يفضل طبعا السوفت ان هي نعمة وبتقدي الغرض بتقدر تشيل بواقع الاكل زي الفرشة الهارد نحاول نجيب فرش سوفت اللي هي النعمة فالفرش النعمة دي مهمة جدا في الغسيل مش مهم نوع المعجون اهم حاجة ان الفرشة تبقى نعمة الحركات العرض بالعرض مش حلوة لازم حركات دائرية من اللفة اللي فوق لللفة اللي تحت دائرية من السطح الخارجي من الاسنان من السطح الداخلي من الاسنان ومن السطح العلوي حركات دائرية بالعرض دي ممنوعة بعد ما اخلق طيب الناس كتير دي نقطة مهمة جدا قبل ما نختم الحلقة ان شاء الله في الغسيل لازم حضرتك تبقى عارف ان يفضل تجيب المعجين المشهورة بس المعجين المشهورة اللي هي زي السجن يعني مش عايزين برضو منقول الأسناء بس بلاش يعني هات المعجين اللي في المحلات المشهورة أو الكبيرة ده بسبب ان في معجين بيتحتوي على بودرة بتبرد من الأسنان عشان تخليها تبان أبيض بس هي بتبوز أو بتدمر الأسنان بعد ما نخسل الأسناننا يفضل حضرتك ما تتممطش يعني حقيقة تخسل الأسنان كلها في دقيقتين على الأقل خد وقتك من غير بتضغط جامد هتخلص الغسيل هتقوم منزل المعجون اللي زيادة في اللي في بوقك عشان السنان ما تسويش والفلورايد يفضل طبعا المعجين اللي فيها فلورايد لما حضرتك تسيب البوائي المعجونة على أسنانك لمدة نص ساعة أو ساعة يعني حقيقة مش تفضل ماشي بالمعجون بس هتفضل ماشي ببوائي المعجونة على الأسنان هتخلي الفلورايد يتفاعل مع طبقة المينة اللي في الأسنان ويكون لنا مادة أقوى اسمها فلورو أبيتايت بدل الهايدروكسي أبيتايت والمادة تيب تبقى أقوى ومضادة للتساوس أكتر يبقى احنا لازم نخسل الأسنان مرتين في اليوم وبعد ما نخسل نسيب المعجونة على الأسنان لمدة نص ساعة ساعة مش نفضل موجودين لأ ممكن ننزل المعجونة الزيالة ونروح نعمل أي حاجة كمان نص ساعة نجي نتمنط لو حضرتك تشرب أي مشروب غازي أو أي حاجة غازية ممنوع تخسل أسنانك بعدها على طول إن ده هيدوب الأسنان فلازم بعد ما أشرب بيبسي أو أي مشروب غازي لازم إننا أطمضمض الأول وبعد كده أستنى نص ساعة بعد كده أخسل أسناني عشان ما بوزهاش في عادة صحية جدا 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 هنختم بيها إن شاء الله وأتمنى تبقى عادة على الناس كلها هي المضمضة بالمية والملح أتمنى إن احنا إن شاء الله نكون اتفادنا من الحلقة ونشوفكم على خير إن شاء الله في حلقة تانية